اطلع محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس على أوضاع صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة وذلك خلال الزيارة التفقودية التي قام بها إلى إدارة الصندوق وخلال الزيارة التقى لملس بالمدير العام التنفيذي للصندوق قائد راشد أنعم ونائبه نبيل غانم ومدراء الإدارات وموظفي الصندوق حيث استمع منهم إلى شرح واف عن إعمال وأنشطة الصندوق في مختلف مديريات العاصمة وأبرز المشكلات التي تواجهها إدارته وتحد من أنشطته وفي مقدمتها النقص الحاد في المعدات والآليات الجديدة والبسط والاستلاء غير القانوني على أصول الصندوق وتمليك البسطين بعضا من تلك الأصول من قبل هيئة الأراضي فضلا عن البناء العشوائي حول الحدائق والمتنفسات العامة وغيرها وحث المحافظ لملس قيادة وموظفي منتسب الصندوق على بدل مزيد من الجهود ورفع وطيرة العمل في مجالي النظافة والتحسين مشددا في السياق على ضرورة تحديث طرق أليات عمل الصندوق وتحسين أدائه وخدماته وموارده وترشيد الإنفاق والحد من الصرف غير الضروري بما يكفل الحفاظ على موارد الصندوق وأكد المحافظ لملس في اختام حديثه على دعم السلطة المحلية للصندوق بما يمكنه من أداء مهامه وأعماله اليومية على أكمل وجهه اشتركوا في القناة